المحيط الأطلنطي ضخم جداً بيشكل تقريباً 20% من مساحة كوكب الأرض وبياخد شكل حرف S بيمتد من القطب الشمالي حتى القطب الجنوبي وتطل عليه أربع قرات غرب المحيط الأطلنطي هتلاقي قارة أمريكا الجنوبية الأرجنتين وأورجوي والبرازيل وفنزويلا وكولومبيا بالإضافة لدول أمريكا الوسطى وجزر الكاريبي ثم قارة أمريكا الشمالية اللي فيها المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجزيرة جرينلاند المتجمدة التابعة لمملكة الدنمارك شرق المحيط الأطلنطي هتلاقي قارة أفريقيا اللي فيها جنوب أفريقيا وناميبيا وأنجولا وبعد كده الكونغو كينشاسا ومصب بنهر الكونغو هو الحد الفاصل بين أنجولا والكونغو كينشاسا بعد كده الكونغو برازافيل وبين دولتي الكونغو توجد مقاطعة كابيندا كابيندا دي هي يجيب خارجي تابع لدولة أنجولا لكن كابيندا نفسها معترضة على سيادة أنجولا على أراضيها وعاوزت استقل عن أنجولا بعد الكونغو برازافيل هتلاقي الجابون وغينيا الاستوائية والكاميرون ونيجيريا وبينين وتوجو وغانا وكودفور يعني ساحل العاج ولايبريا والسيراليون وغينيا كوناكري أو غينيا الفرنسية لأن دي عاصمتها كوناكري وغينيا بيساو أو غينيا البرتغالية دي عاصمتها بيساو كده عندك ثلاث دول اسمهم غينيا وبعد كده دولة السنغال اللي بتحيط بدولة جنبيا ثم موريتانيا بعد كده إقليم الصحراء الغربية اللي عاوز ينفصل عن المغرب حد ينفصل عن المغرب؟ ده المغرب أخدر وجميل ومطير وأهله طيبين بعد كده مضيق جبل طارق وفي قارة أوروبا إسبانيا ثم البرتغال ثم إسبانيا مرة تانية ثم فرنسا بريطانيا وأيرلندا وجزيرة أيسلندا الملامسة للدائرة القطبية الشمالية في شمال المحيط الأطلنطي وهنا بلجيكا وهولندا وألمانيا والدنمارك والنرويج اللي لها ساحل متعرق طويل جدا على المحيط الأطلنطي والسويد زمان بقى وأنا صغير لما سمعت عبارة حلف شمال الأطلنطي اللي هو حلف الناتو وفهمت أن حلف عسكرية تضمن التعاون بين جيوش بعض الدول فافتكرت أن الحلف ده هيكون فيه فقط الدول اللي بتطل على السواحل الشمالية للمحيط الأطلنطي لكن لما نقرأ التاريخ ونفتح التاريخ فهنلاقي أن حلف الناتو اتشكل وتأسس سنة 1949 وابتدى ب12 دولة وهم الولايات المتحدة وكندا دولة في الناحية الغربية من شمال المحيط الأطلنطي وأيسلندا الجزيرة اللي في الشمال دي أما باقي الدول المؤسسة لحلف الناتو فموجودة شرق المحيط الأطلنطي البرتغال وفرنسا وبريطانيا وبالجيكا ولكسنبورج وهولندا والدنمارك والنرويج وكمان إيطاليا كانت من ال12 دولة المؤسسين لحلف الناتو أما أيرلندا وسويسرا فضلوا أنهم يبقوا دايما وحتى اليوم على الحياد ويبعدوا عن التدخل في الحروب والنزاعات وحتى ما تسمعش سيرة أيرلندا ولا سويسرا ما تسمعش سيرتهم أبدا في تاريخ الحرب العالمية التانية مثلا بعد كده انضمت اليونان وتركيا للحلف سنة 1952 ثم انضمت ألمانيا الغربية لحلف الناتو سنة 1955 وفي نفس السنة اتأسس حلف وارسو اللي كان رد فعل على انضمام ألمانيا الغربية لحلف الناتو وارسو دي هي عاصمة بولندا وحلف وارسو كان بيشكل توازن للقوة بين أمريكا والغرب من ناحية والاتحاد السوفيتي والشرق من ناحية تانية وكانت فترة الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات من القرن العشرين هي فترة الحرب البردة بين المعسكر الغربي بقيادة أمريكا والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وانضمت أسبانيا لحلف الناتو سنة 1982 لكن الضربة القوية القاضية للمعسكر الشرقي كانت هي إعادة توحيد ألمانيا وعودة ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية سنة 1990 ثم تفكك الاتحاد السوفيتي في المقابل سنة 1991 وفي سنة 1999 انضمت ثلاث دول لحلف الناتو وهم تشيك والمجر وبولندا بولندا اللي عاصمتها وارسو وأكيد ده كان ضربة لروسيا وفي سنة 2004 كانت صفعة قوية لروسيا لأنه في السنة دي انضمت دول أوروبية كتير للاتحاد الأوروبي والحلف الناتو والمسير في الموضوع أنه ثلاث دول منشقة عن تفكك الاتحاد السوفيتي كانت من ضمن الدول دي اللي انضمت سنة 2004 ثلاث دول دولة هم ليتوانيا ولادفيا وإستونيا الثلاث دول دولة بيطلوا على بحر البلطيق وإستونيا ولادفيا ليهم حدود مباشرة مع روسيا وأيضا انضم للناتو سنة 2004 بولغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفي سنة 2009 انضمت ألبانيا وكرواتيا للناتو وفي سنة 2017 انضمت دولة الجبل الأسود أو اسمها منتنيجرو وفي سنة 2020 انضمت مقدونيا لحلف الناتو وكانت روسيا بتعتقد ان هجومها على أوكرانيا هيخلي باقي الدول المجورة تخاف تنضم الحلف الناتو لكن اللي بيحصل دلوقتي هو انه فنلندا والسويد تقدموا رسميا بطلب الانضمام لحلف الناتو فنلندا ليها حدود طويلة مع روسيا طولها حوالي 1400 كيلو متر وتاني أكبر مدينة روسية اللي هي مدينة سانت بيترسبرج موجودة هنا على طرف خليج فنلندا وعلى بعد 140 كيلو متر فقط من فنلندا أو من اسطونيا أتمنى الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو عملوا لايك واشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته